عدني أنا أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور فخري الفئي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي أهلا بيك دكتور فخري نورتنا النهاردة حضرتك متابع إزاي المؤتمر والصورة مبهرة والتنظيم مبهر جدا أنا عايز أتكلم مع حضرتك يمكن أكتر في الفحوة الاقتصادية والجدوى الاقتصادية حتى الآن صحيح يعني المؤتمر هذا المؤتمر كنت أقول عليه قبل ما يعقد هذا المؤتمر أنه مؤتمر ترويجي لوضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي مرة تانية بما يليق بمصر كدولة لها مكانتها في المنطقة وفي العالم أيضا زي ما قال وزير الخزانة الفرنسي أن مصر في قلب التاريخ منذ سبعة ألف عام حية فدي حاجة مهمة لكن وجدت بأنه في توقيع اتفاقيات بالتم النهارة تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات ألمانية فيما يتعلق بالطاقة بالطاقة بالذات بنحو 10 مليار دولار وأيضا الجانب الإماراتي والسعودي وجانب أجنبي آخر بطاقة الجديدة والمتجددة بمبلغ 9 مليار دولار وهناك اتفاقيات بيتم التوقيع عليها في المؤتمر طبعا لو كلمنا يعني بالأرقام على حصاد نصفي لأنه فات يوم ونص وفضل يوم ونص والله عاوز أقولك أنه يعني الأرقام حية أرقام كبيرة المفروض وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي قبل المؤتمر صرح بأنه الفجوة التمويلية اللي احنا محتاجينها نملة بيها جسم الإقصاد المصري عشان ينمو بمعدلات كبيرة يعني ما بين 5-7% خلال الأربع سنين اللي جاية محتاجين 60 مليار يملو الفجوة التمويلية للإقصاد المصري حتى ينمو زي ما قلت بمعدلات كبيرة تبقى ضعاف معدل نمو السكان السكان بينمو كل سنة بـ 2.8% يبقى احنا على الأقل محتاجين على الأقل ضعف معدل نمو السكان إقصاد ناين تكسلع وخدمات بـ 5% أو 6% وياريت لو في 10% حجم إبقى إذن عشان الإقصاد ينمو لازم تحقنيه بفيتامين هذا الفيتامين أو الفيتامين ده هو الاستثمار وعشان كده بقول 60 مليار ده اللي ملاهم بإيه قروض لا طبعا القروض بتشكل عبء على الإقصاد المصري ولازم نرده لكن الاستثمارات المستثمر بيجي هو بيستفيد وأنا بيستفيد هو يستفيد طبعا أنه هو بياخد أرباحه كمان أنا بستفيد أنه هو داخل بيجيب نقد أجنبي وبالتالي ده بيخلي فرص عمل طبعا زائد فرص عمل زائد إنتاج يعني اللي أعلن يتجاوز أو اللي تم الاتفاق عليه يتجاوز ما أعلن في أول يوم لهم الـ 12 مليار و 500 نعم في عندي 12 مليار و 500 دي دعم وحزم مالية من الدول العربية الأربعة دلوقتي مش ثلاثة المملكة العربية السعودية الكويت الإمارات وثم دولة عمان دولة عمان لأول مرة حقيقة بتدعم الاقتصاد المصري بنص مليار نص يعني ربع مليار هيروح للبنك المركزي على سبيل الأمانة أو الإذاع ترد بعد خمس سنوات بدون فوائد زي أيضا فيه 3 مليارات من الـ 12 مليار من الدول الخالجية الثلاثة هيتحطوا في البنك المركزي برضو لمدة خمس سنوات على سبيل لدعم إيمة الجنيه المصري فالـ 12 ونص مليار دول فيه كمان البنك الدولي سوف يدعم مصر للمشروعات اللي هو البعد الاجتماعي خاصة القرى الأكثر فقرا والآخره بحوالي 400 مليون يعني ما يقرب من نص مليار يبدأ خلنا في حوالي 13 مليار إلا حاجة بسيطة فيه توقيع البروتوكول مع شركة سيمينز الألمانية بـ 10 مليار دولار في مجال الطاقة وأيضا الجانب السعودي والجانب الإماراتي بحوالي 9 مليار في مجالات الطاقة الجديدة في هذه الحالة إلى جانب هناك يعني إحنا متوقعين الخمسين مشروع اللي هما هتعرضوا على المستثمرين في كافة القطاعات طاقة وغير طاقة زي الإسكان والسياحة والصناعة والزراعة وحتى الرياضة هيتعمل فيه عدد من الاستاذ هنا واستاذ هناك عشان يمكن في يوم الأيام مصر تنظم الدورة الأولمبية في يوم الأيام إذا في هذه الحالة كل ده هيبقى 35 مليار طب يعني إحنا عايزين نفرق بين اللي أعلن في أول يوم الـ 12 مليار ونص اللي هما إداعات مثلا 3 وربع إداع لدى البنك المركزي لا يشمل هذا الاتفاقيات اللي موقع مع ذلك لا دول لا دول واحد يوم في مجالات بأطاقة أو غيره يعني يبقى عندي 9 مليار يبقى 3 يبقى بقيت الـ 12 شوية يبقى 9 مليار وربع دول هيبقوا داخلين ضمن الـ 35 مليار نعم تتوقع أننا هنوصل للـ 35 مليار طبعا أنا قلت أننا هنوصل للـ 60 مليار معنى كده أننا لو قدرنا 60 مليار مش عاوز أقترد خالص فأنا عايز المستثم الريجي هو يستفيد وأنا أستفيد فأعتقد أننا نبقى قريبين جدا فيه بس الدول على مدار أربع سنوات قادمة معنى كده أننا بأمن نفسي أن عندي استثمارات لا تحملني أعباء ردها ولا قروض وخلافه في هذه الحالة أعتقد أننا نبقى على الطريق السليم وأعوز أقول أن هذا المؤتمر حقيقة مؤتمر اللي هيضع مصر مرة تانية على خريطة استثمار العالمي في خلال المؤتمر إدى أربع إشارات جميلة جدا إشارة أولى أن مصر آمنة لما يحضر ليكي رؤساء جمهوريات وملوك ووفود رسمية وشركات عملاقة عبرها القرار كان في حد بيقول أن الأمم المتحدة لما يبتدعوا المؤتمر أطراف صريح من الحضريات ومن الرؤساء سلام في العالم حاجة مشارفة ده يدفع للسياحة في مصر والسياحة أنا أعتقد أنها تشد قفزة في الفترة اللي جاي السنوات القادمة إن شاء الله بعد هذا المؤتمر إضافة إلى أنه من لف الشهر الرابع وهي الاقتصاد في الشهر مشيخي يبدو أنهم يتكلموا لغة جديدة لغة الاستثمار والاقتصاد ودي حاجة جميلة جدا إن شاء الله كلنا نتكلم لغة جديدة اللي هو الاقتصاد والاستثمار على أعتبار أنه نبدأ نشتغل بقى ونبدأ أن هذا الاستثمار مع الاستثمار بتاعنا نقدر أنه ننمي الاقتصاد طيب أرجع لك تاني دكتور فخري يعني أنا عايز أتكلم مع حضرتك في الأهمية الأكبر يعني أولى الأولويات هل هي قصيرة المدى اللي هو المشروعات دي واللي هنستفيد بيه بشكل مباشر جدا منها ولا طويلة المدى أكتر يعني أن هي المضامين السياسية والتطمينية وبث روح من الثقة والتفاؤل في مناث الاستثمار في مصر بتهاينا لما انتبع كلمة أو مداخلة الأستاذ محمد اليماني فبيقول أن عندنا محطات طاقة حية بتنتج حوالي 25 جيجا وات أو 25 ألف ميجا وات ده اللي عندنا بس بعضها بيحتاج إلى صيانة بغير التخريب اللي بيحصل بالزبط إذن أنت النهاردة بتحتاجي شركة الشركات اللي بتقوم بالصيانة بتدعميها من ناحية الفنية ومن ناحية التامولية في هذه الحالة يبقى تقدر يتأهلي هذه المحطات الطاقة كمان أحيانا بتبقى المحطات الطاقة موجودة بس ما فيش غاز طبيعي أو ديزل فبالتالي الدول العربية الشقيقة يبقى من ضمن الحزم المالية اللي بتدعم بيها مصر واقتصاد مصر تانية بتوفر هذه اللي بنسميها المساندات أو المساعدات اللي هي العينية في صورة بنزين وصلار وديزل في هذه الحالة وغاز طبيعي وبالتالي نقدر نفقي بقى عند المحطات ممكن تبقى عندك محطات كفاية بس ما عندك شيء الوقود اللي هم بيعملوه في بقى الأجل الطويل إبقى ده في الأجل القصير وهو يعني كان حريص إنه هو يبين ويطمن الناس إنه في الصيف اللي جاي يعني كمان ثلاث شهور أو شهرين صيف بتاعنا هيبدأ في هذه الحالة إنه بيطمنهم بإنه الانقطاع مش هيبقى فيه انقطاع أو قد يكون يعني أخف وطأ مما سبق لكن أعتقد إنه الكلام بيدور حوالين 2016 إنه مصر يبقى عندها كفاية قدر كافي من الطاقة في هذه الحالة هيكون بسبب المدى الطويل المدى الطويل إحنا بنحاول لنوع مصادر الطاقة حد يقول إن 90 ولا 91% من مصادر الطاقة اللي موجودة في مصر جاية من الطاقة اللي هي التقليدية اللي هو أبارة المحطات الطاقة بتضرب الغاز الطبيعي وبالديزل طبعا تبفن الفحم دلوقتي بعدها ندخل الفحم اللي هو عنده مشاكل بس بيئية نحن بنحط في إعتبارنا يعني وزارة البيئة حتى معيير يعني شديدة بالنسبة استخدام الفحم اللي هو بيتم تسيله إلى بترول في هذه الحالة وفيه يعني وحدات تكنولوجية بتحوله إلى يعني بتفتته بتتحوله إلى يعني مسحوق وتحت ضغوط معينة تحول إلى سائل في هذه الحالة شأنه شأن البترول العادي محطة الضبع نحن تعقدنا مع الجانب الروسي ودي طاقة نووية ودي طاقة نظيفة في هذه الحالة برضو التعاقد مع الجانب بعض الشركات في مجالة طاقة الجديدة المتقددة لسه فتحين محطة طاقة في سيوة بعشرة ميجا واط يعني حي صغيرة يعني مجالة طاقة من أهم المجالات إذا المجالات أنت بتنوعية في المدى الطويل ده مهم قوي في هذه الحالة طبعا فأنا مش معقول أنه يكون عندي 91% جاية من الطاقة التقليدية والباقي جاية من السد العالي اللي هو الطاقة الهايدرومائية اللي هو مساقط المياه وبس كده فيبقى فيه زائد بعض الفحم وبعض الحاجات الطاقة الجديدة المتقددة في الزعفرانة حاجات بسيطة جيدا حاجات نسبة لكن أنا عايز بقى يبقى الطاقة الجديدة المتقددة والنووية يشكلوا على أقل 30% والطاقة التقليدية تبقى 70% بعد الـ 91% أنا معايا بيان من دكتور سيد البدوي نيابة عن حزب الوفد طبعا رئيس حزب الوفد بيرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بالنجاح المشرف للمؤتمر الاقتصادي الحقيقة نجاح ده واضح من قبل ما ينتهي المؤتمر ممكن نقرأ جانب منها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهنئة وامتنانة لسيادتكم ولشعب مصر القوي الأبي على النجاح المشرف للمؤتمر الاقتصادي إن مستوى التمثيل الإقليمي والدولي والحرص على المشاركة والمشهد الذي لم نر له مثيلا والذي تابعه العالم كله عبر وسائل الإعلام يعكس الجهد الكبير الذي بذلتموه لعدة مصر للمكان والمكان التي تستحقها بحجم تاريخها وحضرتها وثقافتها وقوة وإرادة شعبها وفقكم الله وأيادكم على طريق الحق وحافظكم من كل سوء إذن بهم من حزب الوفد يعني ربنا يتم المؤتمر على خير ولكن فعلا النجاح بالذات في التنظيم علق عليه حتى الأضيوف الكرام الإماراتيين والخليجين اللي هم مشهود لهم بنجاح يعني أو أنه لهم باع كبير في تنظيم إيفنس ويعني محافل دولية على مستوى رائع جدا إيه رائع حضرتك في التنظيم حقيقة يعني بتابع من خلال التلفزيون كان بودي أكون موجود هناك في شرب الشيخ هستمتع به يعني هذه الأجواء وقدي إيه الزخم الموجود في هذا المؤتمر لكن نرجع مرة تاني منتابع من خلال التلفزيون وبنشوف قدي إيه للنظام وقدي إيه الالتزام بالجدول الزمني وأنه يعني ما فيش هرج ولا مرج أعتقد أنه الدماغ اللي وراء طبعا هي شركة فرنسية شركة فرنسية لكن الشركات المصرية بقى المنفذة هي شركات مصرية في هذه الحالة فهو جهد مشترك ما بين عقل فرنسي اللي هو الشركة الفرنسية اللي خططت لهذا المؤتمر بشكل يليق بمصر طبعا مهم جدا والأيدي المصرية والأيدي المصرية اللي نفذت هذا على أرض الواقع وناجح المؤتمر إن شاء الله بكرة كمان إن شاء الله بكرة أيضا يوم آخر هام أنا عايزة أسأل حضرتك عن صندوق النقد الدولي حضرتك مستشار سابق لي والحقيقة أنه ويعني ما تزعلش مني بس هي المؤسسة شوية لها سمعة سيئة في الدول اللي زي حالتنا كده اللي بتحتاج للمساعدات تدخل في سياسات اقتصادية يعني من أحد الأمور المتعلقة بالمؤتمر الحالي إنه ينقذنا من براث قروض صندوق النقد الدولي وإن ده أحد الآمال المنعاقدة عليه أنا عاوز برضو يعني أقول حاجة مهمة جدا إنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دول توأمان تم إنشاء يعني تم إنشاءهم في سنة 45 بعد الحرب العالمية التانية كان 33 دول هما اللي اجتمعوا ووقعوا على اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي سنة 45 يعني من حوالي 70 سنة أو 71 سنة فبنقول في هذه الحالة إنه مصر كانت من ضمن 33 دولة يعني مصر عندها حس سابق يعني إنه دي طبعا هي مصر أنشأت هذه المؤسسات وكانت من ضمن 33 دولة ومن دلوقتي عدد الدول اللي أعضاء في صندوق النقد الدولي 188 دولة هما نفس الأعضاء الموجودين في البنك الدولي بقى إحنا بننشئ مؤسسة ونخاف منها لا طبعا طبعا المؤسسة دي لازم نعرفه بنقول يعني للكافة ودائما بنقولها كده إنه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ده له طبيعة وده له طبيعة للمشاهد بنقول إنه صندوق النقد الدولي يعني بيحقق الاستقرار في مسائل النقدية يعني سعر صرف العملة عملات 188 دولة مقابل الدولار وخلافه فبالتالي لما يكون سعر الصرف المستقرر أدقر أن أنا أتاجر أصدر واستورت وأنا مطمئن ولما أصدر أكتر وتنتعش التجارة يبقى لازم أنتج أكتر عشان أصدر إذن الإنتاج بتاعي بيزيد ومعناها كده إن أنا عشان أنتج أكتر بلازم أشغل وولد فرص عمل إذن شوفي الشغل بتاع الصندوق بيحقق الاستقرار في أصار صرف 188 عملة في العملة اللي 188 دولة عضاها في الصندوق ده مهمة إذن صندوق النقد الدولي لك وبالتالي لما الدولة تقابل مشاكل اقتصادية قصيرة الأجل يعني مثلا في حدود ما بين 3 سنين لخمس سنين الصندوق في هذه الحالة بيمولها على أساس إن هي تقوم وتتعافى وتبدأ تسدد عليها في هذه الحالة ده الصندوق النقد الدولي أما البنك الدولي من اسمه البنك الدولي اللي بيساهم في عمليات الإعمار والتعمير يعني بعد الحروب هو اللي بيمول بها في أغراض التنمية 188 دولة عضوة منها حوالي يمكن تلتلهم دول نمية تحتاج إلى مسندة وبالتالي البنك الدولي بيديهم قروض على مدار 30 و40 و50 سنة وبسعر فايدة يصل إلى 1.5% على الدولار في هذه الحالة وأحيانا للدول الفخيرة جدا محوالي 62 دولة غير الدول النامية بيديهم قروض بسعر فايدة كام ربع في المية نصف في المية هيا السياسات اللي بيتطير حفظة الناس أنهو يقولك ارفع الدعم مثلا أنا حبيت أبين المشاهد بس إيه وظيفته إيه وده وظيفته إيه الحاجة اللي عاوز أقولها حاجتين مهمين جدا نمرة واحد أنه ما ننساش أنه دي مش مؤسسات خيرية دي مؤسسات مالية دولية يعني ما إيه الناس وغدى على أنه إيه طب ليه ما ساعدناش ببلاش ومش عارفة الفلوس الموجودة في صندوق أنه الدولة فلوس دول وإحنا لنا فلوس عندنا 81 مليار دولار حصتنا في الصندوق الصندوق بيستخدمها في مساعدة الدول الأخر بيتباحها بأنه يحافظ على أموال الدول من ضمنها أموال مصر والحصص الموجودة فيها لما يسالفها الدولة بيتطمن أن البرنامج اللي هتستخدمه برنامج إصلاح اقتصادي على أساس هذا البرنامج هتتعافى ويبدأ الإقصاد يسدد اللي عليه للدول اللي هي فلوس الدول في هذه الحالة أنا قادر على السلام حاجة تانية وهي أنه سننون المجلس إدارته اللي بيحيمن عليه هو الدول الكبيرة ولازم نعترف بهذا ده قواعد اللعبة الدولية اللي هي أمريكا وإنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان هل ممكن تتحد قرارات مسيسة هذه الدول أعدت دولنا؟ والله مصالح المصالح هي اللي بتحق أمريكا دفع فلوس في الصندوق حصتها في الصندوق تعادل 17% من إجمالي حصص الدول في صندوقنا فلها قوة تصوطية تساوي 17% إذن في هذه الدول الكبيرة اللي لا حصص كبيرة هم خمسة كبار أنا أعدتهم كده أمريكا، أنجلترا، فرنسا، ألمانيا ها؟ اليابان وبالتالي تتشاربك السياسة بعد أقصار اليابان مش اتمسحت من الخريطة سنة 45 بقنابل الزرية صحيح طيب ليه اليابان قامت وبقى من ضمن الخمسة الكبار طيب احنا كنا زي اليابان سنة 45 وأسسنا الصندوق طيب إيه اللي حصل لنا؟ اليابان اكتهدت أما إذا اللعيب مش عند الصندوق اللعيب أنه إحنا جربنا 60 سنة حقل تجارب إشتراكية على إن شاء الله فإحنا إن شاء الله بهذا الشكل والرؤية اللي عندنا دي والاستثمارات اللي هتضخف مصر أنا بتهايلي مصر إن شاء الله طيب دكتور فقري إيه تعليقك على المساهمة البحرينية المشاركة الاستثمارية البحرينية والخليجية بشكل نعم أعوز أقولك إن البحرين بتلعب دور مهم جدا في دعم مصر معنويا قد لا يكون ماديا لكن حقيقة يعني حضور ملك البحرين وفي هذا المؤتمر يعني بوافد كبير يليق بمصر والبحرين حقيقة ودعمه المستوير في المحافل الدولية كلها وفي أحلك الظروف اللي مرت بها مصر إحنا في لما بعد 30 يونيا وصور 30 يونيا طبعا موقف المملكة العربية السعودية ودول الخليج والإمارات والكويت بالإضافة إلى مملكة البحرين في هذه الحالة كان موقف مشرف فإحنا يعني ذهبنا إلى هذه الدول لنشكرهم كوفد وفود من الأحزاب المصرية كنت أحد هذه الوفود ذهبنا إلى البحرين وتقابلنا مع ملك البحرين وأيضا مع رئيس وزراء البحرين كوفد رسمي لنشكرهم على هذا الدعم المعنوي لمصر وما حدث في مصر لأنه دا إرادة شعبية يعني كرر هذا حيا موقف المشرف بأنه إحنا أتينا إلى مصر ليس يعني نحن لن نحن بالرد يعني الجميل قال لنا هذا الكلام وكلام مؤثر كثير يعني بأنه أنتوا جايين تشكرونه على إيه لا دا إحنا المفروض نشكركم كلمة محمد بن راشد كمان مباركة مؤثرة جدا على الدعم اللي عملته دا إحنا تعلمنا في مصر وإحنا ومصر كانت أيديها بيضاء فدايما بنقول الشقيق وقت الشدة ولذلك طبعا ووقفة البحرين ووقفة المملكة العربية السعودية حتى الحزم المالية الدعم المعناوي غير الدعم المعناوي فيه حزم مالية كمان مرة تانية حزم مالية تمام طيب يعني وحنا بنكلم على الخليج هل يعني جالك نفس الشعور اللي جال لناس أن فيه تنسيق بين الدول الخليجية اللي أعلنوا كلها على أربع مليارات اللي هي الإمارات والكويت والسعودية كان فيه تنسيق بينهم بين بعض ده سؤال سؤال التاني كان عندك شكوك قبل المؤتمر أنه يعني انخفاض أسعار البترول يمكن يؤثر على الاستثمارات الخليجية في المؤتمر والله سؤلت هذا السؤال حقيقة منذ حوالي شهر عندما كنا بنناقش في مؤتمر يعني تداعيات انخفاض أسعار برميل البترول إلى أقل من النص كان بمئة وخمسة دولار البرميل من حوالي سبعة شهر انخفض انخفاضات وهبط هبوط شديد إلى أن وصل تسعة واربين دولار وخمسين دولار في هذه يعني أقل من النص فكان السؤال اللي بيطرح نفسه هل المؤتمر يعني في هذه الحالة لما يحتروا المؤتمر هل هناك يعني الدعم ده يستمر لمصر الدعم المادي على أقل في هذه الحالة فكنت بقول نعم لأنه هذه الدول يعني هي المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات عضاء في الأوبك فلما اجتمعت الأوبك من حوالي شهرين أو ثلاثة خدت القرار بأنها لن تحدد سقف للإنتاج يعني الإنتاج هيستمر زي ما هو فده بيساهم في أن العصار تنخفض أكثر هما في هذه الحالة عاوزين الإقصاد العالمي ينتعش بما فيه الإقصاد المصر لأن الإقصاد العالمي هو كمان يعني أوروبا تعاني من ركود أسيا تعاني من طباط الصين نفسها والهند تعاني من طباط إذن النهاردة عشان نحل مشكلة الإقصاد العالمي بدل من أنه يدخل فيه ما نسميه أزمة مالية وكريستين لاجارد مدير عام سندوق النال الدولي حذرت في أكتوبر اللي فات بأنه فيه أزمة مالية عالمية قادمة إذن هنا في هذه الحالة أنا قلت والله في هذه الحالة لأن الدول دي لو السعادية والإمارات والكويت لديهم من الاحتياطيات تريليونات مشاركة الدول الصغيرة إيه أهمية ومغزة ودلالة أن تشارك دولة زي الصومال أو مالي في مؤتمر اللي جات بالاستثمارات هو أحياء يعني إحنا هتلاقي معظم الدول اللي هي يعني ليست دول تتبوأ مكانة ضخمة جدا كدولة متقدمة أو لا تأثير على مجراءات الأمور في السياسة العالمية والإقصاد العالمي لو خدنا مثلا زي سنغال وزي دول كثيرة جدا موجودة لأن معظم الدول الأفريقية عشان يعني نبني يعني علاقات وطيضة ونقوي الثقة بيننا وبين قرتنا الصمراء في هذه الحالة أن إحنا دولة إحنا مصر دولة أفريقية وبالتالي إحنا نسينا أفريقيا فترة طويلة وبالتالي دعوة هؤلاء ليكونوا معانا في هذا يعني العرص وهذا المحفل الاستثماري الكبير جدا أنه في هذه الحالة يعني لا نستهيم بالدول الصغيرة دي يعني أثيوبيا موجودة ده مهم جدا في ضوء الأزمة مع أثيوبيا إحنا طبعا معانا على الهواء يعني بعض البث المباشر اللي جاي لنا من المؤتمر مشاهدينا دي مثلا ورشة عمل عن الاستثمار في قطاع الاتصالات تحديدا الكثير من ورش العمل طبعا بتدار على هامش هذا المؤتمر اللي هو المحور الأساسي بتاعه فخري أنه تحويل هذا المؤتمر إلى منتدى سنوي بمناسبة يعني ورش العمل دي على غرار منتدى دافوس والله احنا اقترحنا هذا يعني ظهر الفكرة دي عند الناس كتير جدا وهذه الفكرة رودتني فعلا وكتبتها في الأهرام من يوم الأربع اللي فات شايفة ممكنة التحقيق بتهالي تندرس لأنه برضو مهما يكون هتكون تحتاج إلى تنظيم ضخم جدا احنا بقى عندنا خبرة رسمت الخطوط العريضة لهذا لتنظيم المؤتمر ومعها الشركات المصرية للتنفيذ اعتقد وفيه عندنا كمان فيه شباب يعني استعانوا بشباب من جامعات المصرية بقى عندهم خبرة الوقت يعلموهم وعلموهم ودربوهم في هذه بتالي يعني ما نسبش الكوادر دي وهذه الخبرة اعتقد أنه الهاتف الوحيد اللي عندك تنظيمي تنظيم لا كمان ان احنا نتابع ومش نتابع بس أصل الترويج للإستثمار في مصر لن ينتهي النهاردة احنا عملنا يعني جولة يعني مؤتمر ترويجي من الطراز الأول وقعنا اتفاقيات وبروتوكولات إيطارية ومذكرات تفاهم وحاجات كده كتير طيب احنا برضو يبقى المؤتمر للسنة اللي جاي يبقى برضو ترويجي ان احنا محتاجين مصر تحتاج مزيد من الإستثمارات فبالتالي برضو محتاجين كمؤتمر ترويجي يبقى زي دافوس نعم وانا مش كده وبس انا فكرت في انه طب كريستين لاجارد مدير عام صندوق النادي الدولي انت عارف ان الصندوق فيه اجتماع سنوي بيضم ال 188 دولة على المستوى العالم بيؤقت في واشنطن اللي هو مقر بتاع الصندوق البنك الدولي في واشنطن يؤقت سنتين في واشنطن لدولة المقر والاجتماع الثالث في السنة الثالثة يكون في اي دولة من دول العضاء احنا كان مفروض ينعقد هذا من سميل الاجتماع السنوي للسندوق البنك الدولي في 2012 لما قامت يعني صورة 25 يناير 2011 تم إلغاء هذا طبعا كان مفروض يبقى عندنا المؤتمر السنوي للسندوق البنك الدولي كان متحدد له من سنة 2010 انه بالتالي دلوقتي على ذكر مذاكرات التفاهم الحضرتك قلت تم توقيع اشياء يعني اتفاقات وفي اتفاقات اطارات واتفاقات اطارات وفي مذاكرات التفاهم دلوقتي الاجراءات التي ينبغي على الدولة انها تتخذها في عقب هذا المؤتمر علشان ما يتحولش الى حدث عابر يعني يبقى له النتائج فعالية يعني منفقش على انه المواطن يلاقي انه مر عام وده ممكن بيمر طبعا في لمح البصر الايام دي وما حسش بشيء ملموس في واقعه اليوم اضاير خلينا اقولك انه هو بعد ما شركة مثلا سيمينز بتوقع للمذكرة الايطارية او مذكرة التفاهم في هذه الحالة يبقى خلاص ان هذا المشروع اللي هو خاص بمحطات الطاقة اللي هتقيمها على ربوع مصر في هذه الحالة يبتبدأ بقى الاجراءات المفروض ان يوم الاثنين بعد ما ينتهي المؤتمر الحكومة المصرية تطلع بيان ختامي بعدد الاتفاقيات اللي تمت والتصديق عليها الى اخره ما بين مذكرة ايطارية ومذكرة التفاهم وstatement of interest واختابات اللي هي بينها الشركة دي مهتمة بهذا المشروع الى اخره وممكن تلاقي المشروع الواحد فيه اكتر من شركة وبالتالي بيتم التنسيق من اللي عنده الجاهزية اكتر اللي يبدأ بسرعة بعد كده يبدأ الحكومة المصرية تبدأ تأخذ اجراءاتها نفترض ان شركة سيمينز مثلا هتبدأ في محطة الطاقة اللي هتكون مثلا في النبارية او في في مثلا في اي بقعة منهم حوالي خمس محطات هتقيمها في مصر خلال الخمس سنوات القادم في هذه الحالة بيتم عملية ايه عملية انه مشحن عندنا بقانون استثمار جديد عملناه وبالتالي فيه عندنا الشباك الواحد هتبدأ هذه الشركة من خلال ما يسمى بالمكاتب المعتمدة من قبل هيئة الاستثمار ان هي تاخد الاوراق منها وتجيب لها يعني تدعم كل المساندات وتقدمها للشباك الواحد اذا عملية ايه عمليات اجرائية بحيث انه ياخد الموافقات والتنقيقات دي هتخد لها شهرين مثلا بعد كده بيبدأ نشوف بقى البرلمان ولازم يصدق على هذه القوانين بقرارات من البرلمان دي المرحلة الاخرى طبعا البرلمان دكتور فخري شريف سأل سؤال اعتقد انه هو مهم جدا بخصوص الاحثيات النقدي فيه توقعات بتقول انه بعد هذا المؤتمر وبعد الجزء الوداء اللي حطيته الدول الخليجية هيرتفع الى تقديرات بعشرين مليار دولار خمسة عشرين مليار دولار حضرت موافق على تقديرات انا قبل المؤتمر حيكت يعني لو مشينا بهذه الوتيرة اللي هو انه فيه استثمارات بيتم جذبها انه بنهاية 2015 يكون الاحثيات بتاعنا عشرين مليار لكن ما كنتش اتوقع انه فيه حزم مالية من قبل التانية من الدول الخليجية زي السعودية والامارات والكويت اضافة الى عمان يعني فالاثناشر مليار دول حسب تصريحات محاوز البنك المركزي في اول يوم في المؤتمر كان بيتكلم على انه من الاثناشر ونص مليار دول فيه ستة مليار يخشوا يدعموا الاحتياطي على اساس انه على سبيل الوديعة ترد بعد خمس سنوات بدون فوائد زي زي ستة مليار الاولانين اللي خدناهم من الاثناشر مليار الحزمة المالية الاولى لكن من كلام في المؤتمر تاني يوم اللي هو النهاردة او مبارح كان بيكلموا عن اربع مليار المملكة العربية السعودية منهم واحد مليار للبنك المركزي والباقي استثمارات في يعني الاقتصاد المصري وهكذا الامارات لا الكويت اربعة بس اتنين لكن الامارات لم تفسح اذا فيه تلاتة وربع حسب ما يعني افسح عنه بالامس لكن محافظة البنك المركزي ايا كان الوضع سواء كانوا ستة او تلاتة وربع المهم ان فيه نقد اجنابي هيدخل مصر في هذه الحالة خلال فترة قديمة كلمش فترة قديها السنة اللي جاي السنة دي مثلا كلهم الاثناشة ونص هناختهم ولا هتبقى على مدار مثلا سنتين تلاتة لم يفسح عن هذا وبالتالي بقول ايا كان الوضع ان فيه تدفق داخل ايه اهم يبقى ده على سعر الدولار والسودة ده نمر واحد انه له اصد نفسي النهاردة هتلاقي بسلا بكرة يوم الحد بداية يوم عمل هتلاقي الصرافة فيه هذه الحالة تتحسب لهذا ويبدأ يأثر على انه سعر صرف السودة طبعا على طول هيختفي السودة تختفي لان اللي معاد دولار نهاردة يقولك ده الدولار هيرخص طيب ايه بيعه واللي ناوي يطلب دولار عشان يفتع اعتماد يستورد من برا يقولك ما استنى شوية الدولار هيرخص اذا اللي بيطلب هيقلل طلبه واللي بيعرض بيرمي الدولار قبل ما ينخفض اكتر وبالتالي ده العمل سبعة جنيه و تلاتة وستين ارش الصرافة يعني حتى قبل المؤتمر هم متحسبين حتى الناس عمدات توقعات ملزلوا شوية هم يعني ايه الفرق بينهم ستة وستين ارش يعني في السودة ستة وستين ارش سبعة جنيه كان وصل لسبعة و تسعة يعني تلاتة ارش او خمسة ارش بكتيره انا توقعاتي انه بعد هذا المؤتمر بكرا يبان هتلاقي اللي اتنين زه بعض ما فيش بي اختفت السودة في هذه الحالة ويبقى المهم عندي يبقى لما اروح انا البنك في هذه الحالة اطلب دولار عشان مسافر او او الاخير يبقى متاح يبقى مش زي دلوقتي يقولك السلع الاساسية اولى فالافراد انا شايف انه ده هيبقى يدي طيب كلامك على انه لم يفصح عن الاموال دي والاستثمارات دي تأسمتها ايه بيقودني الى سؤال حول الشفافية لانه كان فيه الكثير من التصريحات الرسمية لغاية النهاردة الصبح عن انه سوف يعلن عن نتائج هذا المؤتمر بمنتهى الشفافية والتفصيل ومش هيكون فيه مناطق رمادية بالنسبة للمواطن اللي يهمني طبعا احنا كلنا يعني يعني عندنا يعني عاوزين نعرف احنا كاقتصادين كمان عاوزين نعرف هو طبعا اللحظة انه في المؤتمرات دايما بيبقى فيها بعد سياسي معنا اخر ان فيه اربع مليار اربع مليار اربع مليار ونصف مليار من عمان ويس قوي بس التأسيم بتاعتها هتباد بعدين يعني اكيد محافظ البنك المركزي هيخرج علينا والدول نفسيها المانحة ماهيش مانحة ولكنها الدول اللي هي المستثمرة اللي هي حزم المالية جزء منها على سبيل الوديع لدى البنك هترد هترد طبعا بس بدون فايدة وبعد خمس سنين مثلا ده حاجة كويسة بالدعم امت الجنيه بتاعي لكن فيه الجزء اللي بقى هيب على سال الاستثمار بقى يعني ماهيش يعني ماهيش منح فيه هذه الحالة فبنرجع مرة تانية بنقول انه يعني على مدار كم سنة ثلاث سنين كل ده هذه الشروط شفافية مهمة جدا زي ما انت زي ما سيانتك قلت الناس عاوزة تعرف وبالتالي هل هي منح هل هي يعني على سبيل الامانة اللي هو زي البنك المركزي بيحط عندنا وديعة ترد بعد خمس سنين بدون فايدة في هذه الحالة ده قرد حسن ده كويس يعني هيرد هيرد لكن طب الباقي هيدخلوا ازاي في الاول في الحزمة الاولية كان منح اللي هم كانوا 12 مليار ستة عند البنك المركزي يردوا بعد خمس سنين بدون فايد وستة تانين منح لا ترد المرادين يعني على اي لحوال يكفي الدعم المعناوي بتاعهم لدول الخليج حية بالاضافة للحزمة المالية دي بيضخ استثمارات هذه الاستثمارات من السنديق السيادية بتاعتهم هل هي من يعني اكيد من الحكومة الحكومات بتاعتهم والسنديق السيادية اللي هي تريد ان تستثمر في كافة انحال من ضمنها مصر في هذه تشريعيا كان في اشادة حتى في كلمة كريستين لاجارد الكثير من اللي تحدثوا وهو مهم ايضا الضيوف الخليجيين المستثمرين انه كان في اشادة انه الان اصبح الامر حكاية شباك الواحد وايضا مسألة انه اللي داخل يستثمر في مصر احيانا كانت بتبقى الدنيا سهلة قوي ليه ولكن لما يحب يخرج بتبدأ التعائدات والعقبات تظهر دلوقتي ده ما عادش موجود حددك ايه رأيك في الانجاز التشريعي اللي حصل احنا كنا عايزينه انا لما رجعت مثلا قانون الاستثمار الموحد حقيقة الصدر وبرضو في بعض القوانين الاخرى المرتبطة بيه تم تعديل بعض المواد البتدأ حتى انه القانون الاستثمار يسير باقي القوانين نمرى واحد انه قولي عندي شباك موحد الشباك الواحد ده بيبقى فيه مندوب من كل وزارة مفوض بيسميه المندوب المفوض قاعد في الشباك ما بنقولش قاعد في الشباك يعني ايه فيه شباك واحد بيتقدم فيه الورق بعد كده الورق ده يدخل على مين المندوب المفاوض لكل وزارة هو مفاوض من مين من وزارته انه يوقع لذلك خلال 30 يوم ان مجموعة المندوبين المفاوضين في الشباك الواحد بيقر ويدي التفويد والتصديقات ما عدش هو يلف على الجهات المختلفة وبالتالي بيحصل على 30 يوم ده احنا كان المتوسط عندنا كان 230 يوم متوسط يعني كان بيوصل لسانة احيانا على ما يعيني ياخد الترخيص مزولة النشاط لا النهاردة في 30 يوم المندوب المفاوض موجود مفاوض من وزارته وبالتالي مقابل اتعاب طبعا اتعاب لمين لوزارة للهيئة الاستثمار توزحها على الشركات من اللي بيصعى الاتعاب المستثمر في هذه الحالة مهو الرجل بياخد خدمات مقابل فيها ده ما كان بيلف ويدخل في دهاليز البورقراطية بتاعتنا واحيانا بيبقى فيه قدر من اللي انه تفتح التربيز والفساد الى اخر الى حين طبعا الجهاز الاداري بتاعنا نحن نهيأه ونقهله ونحسن مرتبات الناس اللي بيشتغل في جهاز الاداري في هذه الحالة هو كده افضل اللي بيبقى عندي شباك واحد فعلا الدنيا اتسهل من اللقاءات ايضا الزمنة شريف بركات في شرم الشيخ اجراها لقاء على هامشهة المؤتمر مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني الاسبق وطبعا ممثل اللجنة الرباعية الدولية لسلام نتابع مع بعض لقاء شريف بركات مع توني بلير سيداتي سادتي هنا في شرم الشيخ اود ان ارحب بالسيد توني بلير ما هو رأيك في ما يجري هنا في شرم الشيخ اود ان اقول ان هذا الحدث يمثل اهمية كبيرة جدا لمصر لانه سيكون له تأثير كبير جدا على مصر المستقبل ما هو رأيك لدعم دول الخليج لمصر اعتقد ان دعم دول الخليج لمصر في الوقت الراهن هو شيء مهم جدا لمساعدة مصر على النهوض بالعملية الاقتصادية سواء في عمليات البنية التحتية او الاستثمار او حتى في مجال التعليم ومن لهم من تأثير واضح على مستقبل مصر ليس فقط في مجال المال ولكن على المستوى التعليمي ايضا هل مصر تسير على النهج الصحيح حاليا رأيي ان مصر تسير في خطة ناجحة وعلى النهج الصحيح فانها تمر الان بمجنوعة من التحديات وهي قادرة على التغلب عليها ما هي اهم المعوقات الموجودة في مصر حاليا اكثر المعوقات التي تواجهها مصر هي عملية الاضطراب الامني وما يمثله ذلك من تحدي لمسيرة التنمية الاقتصادية ما هي المنصيحة الاخيرة للحكومة المصرية عليها الثبات والمضي قدما نحو التنمية ومواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها شكرا لك ووقت سعيد شكرا تحياتي مقابلة شريف بركات مع توني بلير اذا هناخد منها تعقيب بسيط وانتهى الوقت او شارف على انتهاء من دكتور فخري حضرتك بتعقب ازاي على المقابلة هو عاوز اقول انه كلمة تحية الرئيس الوزراء النهاردة في الصباح بيتكلم على انه الوساطية بتاعت المكان بتاع مصر وسطية الشعب المصري في معتقداته وفي سلوكياته بكلمة حجم السوق في مصر طبعا يغري اي مستثمر انه يأتي لمصر قوة شرائية كبيرة مش كده وبس انه لما يحط بينتك في مصر يبقى المنشأ بتاع بضاعته يبقى منشأ مصري يستطيع انه يعني يغزو السوق الامريكي من خلال الكويز يقدر انه ينفذ الى السوق الافريقي من خلال الكوميس سيدر شكرا يعني اذا في هذه الحلقة اعتقد ان احنا يعني يستطيع المستثمر انه هو يستفيد من وجوده في مصر احنا داخلين على فترة مهمة جدا وانه الاخصار المصري بيجاهز نفسه وقف على رجليه وبيخطو خطواته الاولى نتمنى التنفيق اكيد انا مشكورك شكرا جزيلا دكتور فاخري الفئي المستشار سابق بسندوق النقد الدولي استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية